أول انتخابات رئاسية في مصر منذ الإطاحة برئيس المخلوع حسني مبارك سيتم إجراؤها خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو حزيران المقبل على أن تنتهي في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه في حال حدوث إعادة على المنصب هكذا أعلن مسؤول اللجنة المشرفة على الانتخابات تقوم اللجنة في وقت قريب جدا بتحديد موعد لإعلان جدول وترتيب انتخابات رئيس الجمهورية مع تأكيدها بأن موعد فتح باب الترشيح سيكون كما حددت من قبل في العاشر من مارس وأن إعلان نتيجة انتخابات الإعادة بمشيئة الله لن تجاوز نهاية يونيو وأنها ستبزل قصارى جهدها لإتاحة أطول وقت ممكن لاقتراع المصريين في الخارج وكان من المؤتمر أن تعلن اللجنة مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر لكن رئيسها أرجأ ذلك حتى يتم الاستقرار على أسلوب معين يتيح التصويت للمصريين في الخارج حيث تلقت اللجنة تقديرات من وزارة الخارجية تفيد بمشاركة أكثر من مليون مصري في مختلف دول العالم في هذه الانتخابات من إجمالي يزيد على ثمانية ملايين مغترب وقد اعتبر عدد من مرشح الرئاسة ومراقبون أن عدم تحديد جدول واضح للانتخابات الرئاسية يلقي بالمزيد من الغموض ويخلق ظلالا من عدم الثقة في الوضع السياسي الراهن في مصر في هذه الأثناء تفجرت أزمة في أعقاب تصريحات لعضو مجلس الشعب زياد العليمي واعتبرت سبابا للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم وقرر الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب إحالة العليمي وهو نائب عن الكتلة المصرية إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالة بعد أن طالبه بالاعتذار بشكل واضح ليتم إغلاق الملف لكن العليمي عاد ليعتذر عن إساءة أخرى للدعية السلفية الشيخ محمد حسين بينما قال إن تصريحاته حول المشير طنطاوي كانت مجرد وصف مجازي لمثل شعبي وقد أعلنت مصادر في القضاء العسكري المصري أنها بصدر اتخاذ إجراءات ضد العليمي خارج إطار مجلس الشعب دون تقديم مزيد من الإيضاحات ترجمة نانسي قنقر